مرحبا أصدقائي سؤال ثاني تكرر كثير وسألوه الأصدقاء بكثرة اللي هو فيما يخص استخدام الضوء الأحمر البيني طبعا في تقوية الدماغ، زيادة النشاط والحالة النفسية وفعلا هذا سؤال كثير كثير مهم وهون في موضوع حساس جدا تذكروا لما قلت لكم على تجربتي الأولى اللي هي ببساطة لما إجاني هذا الجهاز عرضت نفسه لإله لمدة عشر دقائق يمكن عرضتها مرة من الأمام ومرة من الخلف وتفاجأت إنه مستوى الطاقة في الجسم كان غريب يعني كان مستوى الطاقة للساعة 12 وحدة بالليل غريب ما حسيت فيه بهذه الطريقة من قبل وهذا اللي لفت نظري جدا وقتها لما استخدمت الضوء الأحمر لأول مرة من وقتها بكلم عن الكلمة صرت كل ما أستيقظ الصباح مباشرة بجيب الضوء الأحمر اللي موجود عندي وذكروا الضوء الأحمر البيني ليس تحت أحمر وليس أحمر أو فيه أحمر ولكن هو بشكل رئيسي الأحمر البيني اللي هو موجاته بين 600 و 800 نالو متر تقريبا صرت مباشرة لما أستيقظ الصباح أشغل النور الأحمر بهذه الطريقة وحطه على الجسم وليس ممكن أبلش بهذه الطريقة أحطه خليل أقول على المنطقة وأحيانا فعلا بحطه على الرأس بهذا الشكل كمان أحيانا بحطه على الظاهر وأحيانا بحطه على الصدر كمان هي ببساطة بقوم بتغيير بقوم بتغيير مكانه في أكثر منطقة من الجسم بس حتى منطقة الرأس بشكل رئيسي بركز عليها في البداية وطبعا فترة زمنية بسيطة لقدرته الهائلة على تنشيط خلال الجسم والميتوكندريا ويعني خلي تجربتكم هي اللي تثبت لكم الموضوع بدون ما أنا أتكلم فيه كثير مجرد ما تحطوها فعلا رح تتفاجأوا جدا من الفائلة اللي بتحصلوها طبعا تذكروا حسب قدرة الجهاز أنا ممكن أستخدمه فقط دقيقتين أو ثلاث دقائق ممكن أستخدمه خمس أو عشر دقائق مرة أو مرتين باليوم كحد أقصى ما بلزمني أكثر من هيك ببساطة في أي لحظة بتحسوا ونصار فيه شوية ضغط زيادة عليكم مباشرة بتوقفوها وبترجعوا بتريحوا الجسم وبتتعرضوا لإلها بوقت ثاني طريقة استخدامه بسيطة جدا ومستوى الأمان يفوق أي شيء آخر النقطة الرحيدة زي ما حكينا حاولوا في المستقبل حتى لو في البداية جبتوا أجهزة عادية ولكن في المستقبل جيبوا جهاز قياس موجات مغناطسية وحاولوا تقارنوا بين الأجهزة الجهاز اللي بيعطي موجات مغناطسية أقل استخدموا لأنه بكون فعلا خصوصا لما أنا أحط هذا الجهاز على منطقة قريبة من الرأس أو قريبة من الجسم بدي قدر إمكاني يكون ما بيصدر موجات مغناطسية حتى على مدى الوقت ما تصير ضايق الجسم طبعا أنا عم بستفيد نبول أحمر ولكن بدي أتجنب إنه يكون في عند مجال مغناطسي ناتج عن وجود عادة بيكون محول في داخل الجهاز مثل هذا اللي موجود معي غالبا ما فيه محول اللي عم بيأخذ خمس فولت مباشرة فما بيكون فيه مشكلة من هاي الناحية هي بس نقطة صغيرة لننتبه لإلها هلأ يا جماعة اللي لفت نظري جدا في الموضوع اللي هو هذا الجهاز قام بتنشيط الميتوكوندريا ومن خلال زيادة الطاقة في الميتوكوندريا مباشرة صار نشاط الجسم أخذ شكله المثالي يعني خلينا نقول كان الجسم في حالة ثبات طول العمر فيه إشي غلط فيه إشي غلط في طريقة إنتاج الجسم للطاقة ومن خلال تنشيط الميتوكوندريا حصلت فائدة هائلة جدا خلال فترة بسيطة جدا أو لاحظت اختلاف جذري في مستوى الطاقة في الجسم هذا يا جماعة اللفت نظري لأبحاث جودي ميكوفيتش في خصوص دواء اسمه السيورامين تتذكروا القصص اللي موجودة في العالم حاليا واحدة من الناس اللي بتكلموا الحقيقة بقوة من البداية اللي هي جودي ميكوفيتش وذكرت موضوع دواء اسمه السيورامين في مرحلة من المراحل اللي هو دواء عمره 100 سنة ولكن سحب من السوق في الفترة الأخيرة لسبب بسيط لأنه اكتشفوا لبعض الأطباء الباحثين أنه عم بيعالج التوحد هلوين النقطة في الموضوع لما بحثوا في الموضوع اكتشفوا أنه يبدو أنه سبب مرض التوحد في الجسم هو وجود خلل في عملية الهضم في الميتوكوندريا وهذا الشي اللي عم بيعمل المشكلة اللي هي تصل إلى مرحلة التوحد وهونا النقطة الحساسية يا جماعة يبدو لي من خلال ربط الأمور بطريقة مناسبة ومن خلال التواصل مع مجموعة من أهم الدكاترا في هذا المجال واللي بيؤدي إلى نقص في الطاقة عند الناس بالمجمل هل فكروا معي شوية صغيرة نقص الطاقة عند الناس لشو بيؤدي يؤدي إلى تغذية مجموعة من الصناعات الكبيرة جدا في العالم عنا صناعة التدخين عنا صناعة الألكوهول الكحول عنا المخدرات عنا السكر والنشويات وطبعا بلا أدنى شك في عنا اللي هي أدوية المزاج والاكتئاب والمهديات إلى آخره كل هذا الكلام بتجهو إلى الناس من خلال وجود خلل في الميتوكندريا وبالتالي خلل في طاقة الجسم بيحتاجوا إشي حتى يرفع طاقتهم فيبدو يا جماعة أنه فعلا بربط الأمور بطريقة سليمة يبدو أنه هذا هو اللي حاصل طبعا في نسبة من الناس للأسف صار معهم توحد بسبب هذا الخلل في الميتوكندريا ولكن النسبة الأكبر من الناس صار في عندهم خلل في طاقة الجسم وهذا اللي غدل كثير من الصناعات بالإضافة للأمور الثانية اللي ممكن تكون حصلت سو إحنا حاليا عم نتعامل مع شي مش سهل أبدا ولا بد نكون فعلا وعيين ويكون في عنا تفكير ناقد حقيقي لما يحصل في العالم سو هاي رسالة كتير حبيت أن أبهكم عليها وشيء بكل معنى الكلمة قمت باكتشافه من خلال هاي التجربة اللي مريت فيها المهم خبروين يا جماعة شو بصير معاكم بحب كتير أعرف تجاربكم من خلال استخدامكم لهذا ضوء الأحمر وشو الفروقات اللي بيتحسوا فيها من خلال التجربة فرجاء نشاركووني بتجاربكم وإن شاء الله مجوفكم المرة القادمة والله يحمل جميع